استهجنا مواطنون في صنعاء الأنباء المتداولة حول مقترح إماراتي لإنشاء تحالف بحري دولي مشترك في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين وأشاروا إلى أن المقترح مصيره الفشل أتوا لحمايته لقد عجز كبارهم الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي سفنهم اليوم ممنوع ومحظور عليها أنها تسل أو تمر عبر البحر الأحمر وعبر المحيط الهندي تضرب وتكصف ليس فقط السفن نقول لدول الخليج احموا أنفسكم أولا ثم تولي حماية البحر الأحمر وحماية العدو الكيان الغاصب الصهيوني من ضربات البأس اليماني الذي تنكل بهم في البحر الأحمر دولة الإمارات بنفسها ونقول لها مباشرة من لم يستطع أن يحمي نفسه لن يستطع أن يحمي غيره مهما كان ومهما كان الثمن أما لعملها التي تقول أنها ستقوم بحماية البحر لتريد من ذلك أن تمنعنا وأن توقفنا من الاستمرار في موقفنا الثابت والمبدئي لنصرة الأخواننا في فلسطين ترجمة نانسي قنقر